هل تريد تعالج ليدك الشيب لي خلق لك مشكل و خلق لك حالة في الشعر ديالك مخليك زعلانة و مخليك زعفانة سواء كنتو نساء ولا رجال اليوم جبت ليك الحل ايا الرخا والرباخة واحد الوصفة ما نعودش لكم يا البنات انتم اللي غادي تحكمو عليها جربي و حكمي بنفسك و خليلي التعاليق ديالك مرحبا بك و الف مرحبة واحد الوصفة خطيرة في علاج الشيب و ختكوني في 90 عام و ختكوني في 100 عام ده باش الشيب لي بقى للنساء و للرجال و غيمل القاوم ديالها يبليكم العربون و ريحتها ما نعودش لكم واحد الروحة فيها يا البنات كاتتحمق و كاتتابل كاتتشقشق كاتتشقشق هكذاك بالزين فانتمنا البنات تجربوها لي و تقولي لي في كومنتاك كيف اجزكم بعد ما جربتوها و ما تنسونيش بلي لايك لي لايك لي لايك ديالكم لهذا الفيديو باش تزيدوا تدعموني على المزيد من الاشياء الايجابية المزيد ان شاء الله من الاشياء الزوينة فشكرا لكم و على بركة الله غادي نمشو باش نتعرفو على السر ديال هاد الوصفة المعجزة اللي غا تخليليك ايضا شعرك مسبسب و حرير و وداعا للصباغات الكيموية من اليوم و ادعيهم للابد و جربي لي هاد الوصفة و انت يا لي غادي تحكمي بنفسك يا الغزالة ديالي و مرحبا بكم كاملين و كاملات و على بركة الله و هاد الوصفة البنات راها معجزة و واحد المكونات و لا في الاحلام مكونات بسيطة و ورخيصة و في اقل من ساعة ستعالجي لي الشيب مهما كان العمر ديالك كما قلت لكم اللي بنات مهما كان العمر ديالك و يخيصون العمر ديالك مية عام تسعين عام تمانين عام كما تنعرفو الله خلينا الجدوات ديالنا و الامهات ديالنا كيكون عندهم واحد شيب يعني كتير الشعر ديالون كي يغزو بشيب ماشي فيهم غاية كمية قليلة في واحد البلاسة و لهذا الشعر ديالون كامل من المقدمة حتى الاطراف فاليوم اجبت ليكم باش غادي تعالجوا الامهات و الجدوات ديالكم الشعر ديالهم من شيب نهائيا و للأبد بلا ما تلجأوا لي الصباغات الكيموية لانو الصباغات الكيموية راكي شحطتو لك الشعر هو اصلا شعر كيكون جاف اصلا الشعر كتكون زغبة دياله مهلوكة فكنزيدو انهلكوا ببها بهذاك ال بهادوك الصباغات الكيموية يزيد ويضوروا لنا الشعر دينا يعني في السابق شحال هادي البنات من عام انا جربتها والام دي جربتها وما نعودش لكم الشعر دينا اصلا هو في كما كنقول نوعية دياله جافة فزادت اعطاته واحد الجافة فما نعودش لكم كيولي فحل الجكس الجكس تماما كيولي كيشبه لها كيولي كيتساقط وخمعة شنو تديري لي وخد عمليلي السشوار يرجع نفس الحالة دياله فحنا بغينا حاجة تعالجولينا ما بغينا شي حاجة نبانو بها زوينين ومن بعد تحيض بغينا حاجة نبانو بها زوينين وتبقى الحمد لله تكون بسيطة بقلت كلوفة ودائما رخاور ربخة مع قناتي اللي هي قناة إلهام شانال وصفات بساطين اللي فيما كنت تعملي هاد الوصفة في العربية في البادية في المدينة خارج المدينة في دولة اخرى مهم فيما كنت ان شاء الله نجيب لك الوصفة حتى الباب دارك وحتى عندك فرخاور ربخة ووصفات الدراوش بنات الشعب ولاد الشعب هاد الوصفة صلحة للنساء ولا الرجال ولكن حاجة واحدة نقولها لكم البناس الناس اللي ما زالين ممشتركينش أشنو كتسينو أشنو كتسناو كما كان نجيب لك وصفة وكان نعمل واحد المجهود وكان نجيب لك أحسن ماكينو وصفت الحمد لله دائما في المستوى وما تنجين بقطة يجي حتى نجربها سواء علي أولا على الأم أولا على الجدة ديالي فنستهل منك واحد اللايك فضلا وليس أمر التشجيعي على المزيد ان شاء الله من الفيديوهات الزوينة اللي غاديتنا الإعجاب ديالكم كي الخير وكي الجديد في هذا المجال فغير عملي اللايك لهذا الفيديو تشجيع اللي يغزالتي خليلي تعليقاتك تفعلوا ما أمكان في الكومونتار خلولينا أي اقتراح تبتي وجودك بوحد تعليق يكون فعل تارك وايضا اشتركوا اشتركوا في القناة بالنسبة للناس اشتركوا 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 دائما الجديد دائما كنين دي فيديو زوينين يوميا الحمد لله نحاول نجرب في الأسبوع ماكسيموم دي الوصفات الطبيعية غير باش نجي ونشارك معكم الحاجة الأفضل لجربتها طيلة الأسبوع ونالت الردد ديالي ونالت الإعجاب ديالي وما تصوروا شي واحد المجهود اللي كنعمل الحمد لله ولكن كل شي كي هون مني كنجي نشارك معكم واحد الفيديو وكينال الإعجاب ديالكم شكرا لكم غزلاتي ابو ساليكم كبيرة وعلى بركتي الله سوف نتعرفوا على هذه الغصة ونريد أن نقول لك غير تفرجي في الفيديو كملي سيري صوبة الوصفة وشاركي على الأم وعلى الجدة ديالك وعطيني التعليق زرديني بوحد التعليق يكون فعل تاريك وليه كيف يجزك الوصفة لأن هذا الوصفة كما قلت لك وخي كل عمر ديالك ما عارت كيف يش داير يعني وخا تكوني 120 سنة كيف يتعالجي الحمد لله شركت على الأم وعلى الجدة ديالي وكانت نتيجة خرافية فتكشي على الجر بها وردي عليها مرحبا بكم عيدوا العقز لما كانت حسن الحاجة الطبيعية وما كانت حسن الحاجة رخيصة ورخو الربخة دائما وعلى بركتي الله بالنسبة للمكونات ستحتاج معي بيض بيضة سواء البيض البلدي أو البيض العادي ستحتاج معي للمولاتي إلى مكون أحمر واعر 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 بزاف ولي هو هذا العكر الفاسي نتمنى يكون البنات كيف يبال لكم عكر الفاسي ولي دم الغازل انا نحاول ندير اليد ديالي بشوفهم زيان هادا هو العديل بودرة الحمرة اللي لحتوه في صورة المصغرة دم الغازل أو العكر الفاسي هو اللي جمال الشعر والجسد أي الجسم والشعر والبشرة الوجه يعني صالح الجسم بشرة الوجه هو الشعر يعني غزال غزال بزاف هذا العكر الفاسي لبنات أنا لم أستخدمه بزاف مؤخرة لجدد قلت لي رهزوين للشعر وكتعملها شخصيا لعلاج الشعر فقلت لها قولي لي السر وعودي لي كيفاش وقلت لي جربي في هذا الوصفر ستكون نتيجة خرافية وفعلا دكشي لي در تجرب ثم نعود لكم يا البنات على الرويحة اللي فيه واحد الريحة للبلاد واحد الريحة للطبيعة واحد الريحة وخما عارت فين تكوني تشمي ذيك الرويحة تحسي بأنك كينا في البلد ديالك الناس اللي غرابين يعني كينا في بعض الدول الاخرى العكر الفاسي رشي حاجة الحمدو الله ما نعود شليكم ما نعود شليكم لبنات زوين 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 بزاف وتمانوا غير الخيص لدينا خمسة درام قريعة قد هذيك انا غنعملها معاكم كاملة يعني ديما عندي هذي العكر الفاسي كنا ناخد واحد هكاية علبة كبيرة باشا كده نبقى نستخدمه الحمدو الله معاكم واستخدمه احتاليا وعلى الام وعلى الجدة ديالي بالنسبة المكوين الاخر غتحتاجي معي ان شاء الله القهوة وهنا عندي نس كافي إلا ما عندك شاي نس كافي اخودي أي ماركب غيتي أيضا غدي تحتاجي معي ان شاء الله بيناه الى الطين الاخضر هذا هو الشكل ديالي ويقمي اليقصينة كيمية واحده لانه الطين الاخضر الطين الابيض وطين الاحمر شي حاجه عندي ما كتخطانيش ديما 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 اختاره بجانب حتى كان كون فعلا جربتها وعود جربتها يعني كان كون بقوة جربتها عييت باجه لانه باش نجي نبقى معاكم يوميا الجديد نجرب و نعود نجرب و نبقى نجرب يعني دائما الوقت ديالي كيدوز غير في الوصفات الطبيعية ولكن كما قلت لكم كل شي هون علاق بلكم و علاودكم فما تنسونيش من اللايكات ديالكم واشتراك ديالكم في القناة ها تحتاجي معي واحد المكوين زوين وهو الكاكاو الكاكاو المر ماشي ذاك الكاكاو الحلوها ذاك الحلو كاز تسخدموغي الوصف العفو الحلوة والكاكو جاي لحلويات البنات فالمهم هدا هو الكاكاو المر تحتاجي معي ملو ان شاء الله كيمية وهدو هم المكونات هاد الشي اللي كين يعني شوفوا معي نحسبوهم عدنا البيض عدنا القهوة عدنا الكاكاو و عدنا الطيل الخضر و عدنا العكر الفاسي او دم الغازل عدنا خمسات المقادير يلا لبنا الترخة و الربخة نوضو حيدو علي العقز و جربو لي الوصفة يلا لبنا تكونوا حدقة و بقد اجيو الفيديو لعجبكم اكيد مع الناس لي كتعرفون الناس لي هلك هم الشي الشي برا فشي يكون والله العادي ما تيخلينا خاطر ما تيخلي لنا اه شي حاجة نفرحوا بيها ولا نشطوا بيها يعني دي خصوصا لعدنا شي مناسبة ولا شي فرحوا خصوصا نبانو احنا هما يعني هكذا نتبان الحل فينا و نبانو زوينين و نبانو ناشطين ما كيخليش لنا هاد شي كامل و لعبنا السباغة الكيموية حاجة اخرى و كلام اخر المهم غادي تاخدي معايا للمولاتي واحد المعي القادية القهوة غادي تاخدي معايا الكاكاو المر انا كنعشق شي حاجة اسميس هالكاكاو المر يحتو يالبنات كتهبل هانتو ما شوفو انا كناخد هاد الكحل بزاف ماشي داك القهوي هدرك حل اتمنى بل لكم زيان في الفيديو قدرك حل كحل كحل تخارج غادي كيما قلت لكم ناخدو الكاكا و غادي ناخدو الحنة عفوا الطين الاخضر نشي الحنة وانما الطين الاخضر يعني فاللون كيتشابهو اما هاد البنات كيما قلت لكم الطين الاخضر الراعي والسحري لعلاج الشي حاجة اخرى غنضيفوها هي هاد القريعة هادي دي يلدم الغازل او العكر الفاسي تمنى تكون كتبا مزيان على بركة الله فانا عملت معاكم قريعة كاملة ولكن خسر حب فيها شوفوا 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 يتشبكم سرحة يجوش كريعة او طلعة لانه كميتها قليلة فيها بزاف أنا بعدها تحمق ذلك شيء لعيش كاملة كيفية كثيرة بيض البيض يستخدمون جدوات الحمد لله منذ القدم هو السواك والحنة كل هذه الأشياء افتقى لدينا في العرق الحمد لله كتمشي نشمر رويحة المكونات ونعشقها ولم يريد أن نحيضها من حدها يخلي الياد لها وسيت كثير من الساعة ونحاول أن يخليها تقريبا ستديا السواع لأنها تعشقها كثيرا بحكم روحتها زوينة ستديا السواع تحت طلب ونحاول أن نخليها بخطرة أكيد ونردها الحمد لله ونحيضها لها ستشكركم الأم أو الجدة على هذه الوصفة لما لها من فوائد لعلاج الشيب وترطيب الشعر وتكتيف الشعر أيضا وتقويته وأيضا لما لها من رائحة زكية ومنعيشة بخصوص هذه المكونات اللي يدفنها شوفوا معي البنات القوام ديلا كيف يشدين غير من القوام يباليك البرهان فكتخلطيها مزيان وبعد كتوضع عليها على الشعر ديالك كامل من المقدمة حتى الأطراف وكتنتظري تقريبا واحد المدة ديال ساعة كاملة ما بين ساعة حتى الساعتين كاملة تشجعي الشعر ديالك ولكن قبل عملية هذا النايلون هذا هذا البناز اولى ميكا ميكا قسمية على جوجو استخدامها ومن بعد ما كنت استخدمها كتخلي لها غستية اما ساعة اما ساعتين اما ساعة اما استثوية اما ليلة كاملة كما كنت لكم تجدد يالي هذا الوصفة بالضبط كتحمق عليها لأنه فيها الككة وفيها العكر الفاسي فكتخليها ليستثوية كنت خليها ليها كاملة كما تقول لك فلو 1% نهائيا نجربه على ضمنتي ونبعد غسلي الشعر ديالك وشوفي النتيجة منذ اول استخدام قسما بالله وانا كنحلف لكم وصدق الحمد لله ديما 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 كي الجديد دائما دائما غدي نضرب سامرة اكيد على الوصفات الطبيعية ونجربه ونعوده ونجربه باش مني نجي نشارك معكم واحد الفيديو مني نجي نشارك معكم هكذا كعشوائيا خطي نشاركو فعلا تكون الوصفة تستحق المشاركة وتستحق التجربة ديالكم لما لها من فوائد ولما لها من فعالية والحمد لله هادشي كان منذ القدم ودائما غيبقى وغنبقوا مستمرين الحمد لله دائما بفضل تفاعلاتكم بفضل اللايكات ديالكم بفضل اشتراك ديالكم في القناة وبفضل اللايكو منتغ لي كتخلي وليا ودوك تعليقات لي كتديو تحفزوني بيهم فشكرا لكل وحدة خلات لي تعليق زوين كل وحدة شجعتني لكل وحدة زادت ساندتني كتر وكتر باش نزيد نجيب لكم كل ما هو زوين وكل ما هو جديد وكل ما هو مفيد وبسمع لكم نشكركم لبنات وغير جر بيها جر بيها وحي ديل عقزون ودي دابة دابة وحدة قيل اللم ولاتي وجر بيها وشكرا لكل وحدة كتق فيها الحمد لله ونطلق معكم في فيديو قادم بوسليكم كبيرة سلميكو